بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نوع شخ نبذة بسيطة كده عن النساب والاسم والنشأة والولادة الله يبارك اللهم استعم أهلا كلها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الإجمعين أولا النساء فأحمد الله الذي الحمد لله جاء على ولادتي وتربية في بيت سلفي مهر لا يعرفون إلا الكتاب والسنة ونحن أصحاب الأراضي الضياءات الكبيرة وترد العلماء والمشايخ الحمد لله والجد رحمة الله عليه كان جد جدي مباشرة كان مسؤولا عن ثلاث قرى هندية في الشمال قريبا من حدود نيبل لا أثر في هذه القرى للإنجليز مطلقا ماشا الله وكان ينفذ فضل الله تعالى ما قدر من أحكام الشريعة من فرض السلوات من التعزير على تأخر الناس عن السلوات ماشا الله مثل ما كانت هنا الدعوة لهذه وحتى أذكر وأنا صغير الحمد لله حصل من اثنين من امرأة ورجل من الفاحشة فجلدوهم جلدا وتحت شجرة كأني أتصور وأنا لابس سروها صغير وعلى أمى الأولاد وتحت شجرة كبيرة من شجر المنغة اجتمع الناس وربطوا المرأة من وجهها كلها وجسمها وأيضا الشخص من جهة وهذا رأمية جلدة جلد 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 قوي الحمد لله ثم بعد ذلك ألزموهم بالزواج مع طالب نعم ألزموهم بالزواج ألوال